اشتركوا في القناة احنا احنا مبسوطين وسعادة وزي ما احنا شوفنا مبارح منتخبنا وفي ايام جميلة ومفترجة اعتقد انه فرحنا بشكل كبير طبعا بالفوز على اغاندا يمكن مبارح كانت مباراة صعبة جدا مباراة يمكن جميع المصريين سواء بقى كانوا في الاستاد او كانوا بتفرجوا وراء التلفزيون اعتقد انهما كانوا بيدعوا لمنتخبنا الوطني بالفوز وطبعا سيبكوا بقى من كلام كتير جدا بيحصل احنا الاهم هو تحقيق التلات نقاط تحقيق الهدف من هذه المباراة هو الفوز في كل مباراة ممكن نخوضها طبعا مباراة اغاندا يمكن مباراة كان لها شكل وطابع مختلف جدا للعبين اي لعيب كورة او اي حد مارس رياضة في ظل الضغط النفسي والضغط العصبي اللي موجود على اللعبين من خلال توجودهم في الفترة الفاتية طبعا يمكن مباراة اغاندا الاولى اللي هي كانت من اسبوع دي صعابة اكتر الضغط النفسي على اللعبين لو كان حصل نتيجة ايجابية او حصل فوز بشكل كبير او تعادل كان الموضوع يبقى مختلف بالنسبة للعبين اعتقد ان انبارح الضغط العصبي والنفسي اخر بشكل كبير اداء اللعبين بعد الهدف الهدف جي بدري وده كنا متوقعين وانا احنا لازم كنا نهدف بدري ولكن ما بعد الديئة خمسة او بعد الديئة ستة باحراز محمد صلاح الهدف الاول كان مفروض منتخبنا لحد ما يدوس اكتر يشد حيله اكتر يجيب هدف تاني تالت ورابع ولكن زي ما احنا كنا شايفين لحد ما الهدف اتأخر زي ما احنا تابعنا المباراة من خلال التلفزيون منتخبنا كان الى حد ما منتخب مسيطر بشكل كبير على المباراة مسيطر بشكل كبير على الاداء الفني للمباراة منتخب اوغندا كان بيدافع من تلت ملعبه على اساس يعتمد على الهجمة المرتدة ولكن طبعا عايز اقول لكم ان محمد صلاح ورمضان وطبعا عمر جمال في الجزء الهجومي ومعام عبدالله السعيد طبعا قدوا دور قوي جدا في الجزء الهجومي عايز اقول لكم يعني احنا ليه معترضين حتى الان على الاداء هو الراجل على فكرة وده من تصريحات اللعبين ومن تصريحات ميستر هكتور كوبر انه هو ادى الحرية للعبين في الاول وفي الاخر المباراة اللي زي كده هي مباراة لعبين يعني ايه يعني ايه مباراة لعبين انا كمدير فني بدي تعليمات او خطوط عريضة للعبين انت هتقف في الجزء الهجومي دي والتحرك بتاعك بالشكل ده جزء الخططي ولكن في الاول وفي الاخر انا كلاعب عندي قدرات هجومية عندي قدرات فنية انا باستغلها كلاعب جوه الملعب عشان تنفع الفريق او تكسب فريق مباراة شوفنا محمد صلاح هو الوحيد اللي بيعمل بشكل كبير الدور ده استخدام سرعيته واستخدام مهاراته ويدخوله جوه التمنتاشر بشكل كبير بيعملها شوفنا مباراة رمضان صبحي يعني مش رمضان صبحي يعني بمنتهى الامانة لازم نتكلم في الجزء ايه دي عبدالله سعيد لحد ما هو صاحب البصمة في جزء الباص لمحمد صلاح التمرير الكرات للعبين الموجودين حواليه بشكل ولكن برضو مش هو عبدالله سعيد ايضا تريزيجيه لما نزل مش هو ده تريزيجيه اللي احنا متعودين عليه بشكل كبير يبقى الحالة الفنية والبدانية للعبين كانت مبارح كانت مش هي برضو اللي احنا متعودين عليها من متخبنا الوطني او مش متعودين من اللعبة دي بالذات اللي هي اسمية كبيرة لما نتكلم على رمضان في ستوك سيتي ولا تريزيجيه اللي كان محترف في الدور البلجيكي ثم الدوري التركي حاليا ايضا مجموعة اللعبين الموجودة على مستوى عالي النيني ايضا في وسط الملعب مش ده النيني اللي احنا عارفينه وهو في الارسنل وهكذا وهكذا ده في حد ذاته سؤال بيطرح نفسه على اداء المنتخب ليه هو الوضع كان عامل كده لنبارح عشان كده بقولكو او بداية كلامي كان الضغط العصبي والنفسي على اللعبين وده وضع طبيعي بيحصل للعبين اما تكون انت مطالب انك تكسب في وسط الستين الف متفرق جوة الاستاد ووراهم بقية التسعين مليون بيبقى الشيء صعب جدا جدا على اللعبين يعني كرة زي كده يعني برضو حظنا مش ماشي يعني كرة زي كده طبعا تقلق حارس المرمى لمنتخب اوغاندا عبدالله السعيد تواجده في المكان ده اكتر من مرة وده حاجة مميزة جدا لعبدالله في هذه المباراة ولكن رمضان صبحي كان ممكن يحطها لمن واحدة كانت خلصة لكن طبعا رمضان بيستخدم مهاراته بيستخدم فكره العالي ولكن طبعا هما زي ما انتش وعيفين كده بيقتلوا على كل كرة منتخب اوغاندا منتخب مش هقول ان هو منتخب قوي ولكن هو منتخب مقاتل حتى هذه اللحظة هو بنفسك على صدارة المجموعة ووصوله لكاس العالم فبالتالي كانت فرصة بالنسبة له ان هو يعمل معاك نتيجة ايجابية عشان كده احنا كنا لغاية اخذ ديئة في هذه المباراة يعني متخوفين جدا اي كورة عرضية اي فاول حوالين التمنتاشر الامور بالنسبة لنا كانت مخيفة جدا انا واحد من الناس كنت بتفرج مع كابت وليد صلاح الدين وكابتن سامير كامون وكابتن ربيع سين عاديين متخوفين جدا للهدف يجي فينا في اخير اللحظة ضيع بقى الامال تماما على التسعين مليون اللي مستنين المباراة تنتهي بفوز منتخبنا ولكن عايز اقول لكم ان منتخبنا حق الهدف مستر فاكتور كوبر حق الهدف عايز اقول لكم ايضا تثبيت التشكيل وده سؤال اللي احنا بنترحه لنا احنا يعني مستر فاكتور كوبر مسابق تشكيله حتى الان لما نيجي نتكلم انتو يعني احنا احنا عندنا اضافة ممكن تضاف على التشكيل ممكن نطرح السؤال ده انتو عندكم مين ممكن يبقى موجود جوه تشكيل منتخبنا الوطني الاساسي يبتدي به غير التشكيل ده طبعا باضافة طبعا الابرز او اللعبين اللي ظهروا في الفترة اللي فاتت هو اختارهم يعني ما نتكلم على صالح جمع هو لاعب موجود دلوقتي جوه متخب مصر لانه كان متمايز جدا مع النادي الالف فترة اللي فاتت كان محق الهدف بالنسبة النادي فبالتالي اختياره كان موجود عايز اقول لكم اضافة كمان لاختيار صالح جمع ان هو العيب دولي العيب مع منتخبات مصر من الناشئين شباب ثم الاولمبي ثم منتخب مصر الان فسرعة وجوده ان هو الداخل منتخب يتأقلم بشكل كبير وان هو ما يتخضش من المنظر اللي انتو هتشوفوه اللي هو الستين الف وما يتخضش من الموقف الصعب اللي فيه منتخبنا ده برضو حاجة من حاجات اللي ممكن مصر ريكتو الكوبر بيبص دي لاختيار اللعبين فبالتالي تشكيل اللي حصل او اللي كان موجود فيه هذا ال او هذه المباراة يعني اعتقد ان هو تشكيل مميز ده تشكيل ودي طريقة اعتقد انها طريقة مصر ريكتو الكوبر ماشي عليها ولما نيجي نبص لمنتخبات قبل كده مصر طبعا كابتن محمود الجوار اللي ارحمه كان من برضو عنده الجزئية دي وده المدرب الوحيد يمكن اللي وصلنا معاه كاس عالم كاس عالم تسعين كان عنده الجزئية دي تثبيت التشكيل وطريقة لعبة مميزة محدش بقى بيبص في الوقت ده لالاداء الفني لان الاداء الفني انت مش مطالب بيه اكتر من انت مطالب بنتيجة الاداء الفني ده لما نكون احنا بقانا مثلا كل سنة بنروح كاس العالم وشايفين منتخبنا بيقدي اداء وحش نقول يا جماعة لا احنا عايزين اداء فني مع الفريق ونوصل كاس عالم في نفس الوقت لا الوضع لازم احنا انا شايف انبارح الناس طالعا عملا تقول اه الاداء وحش الاداء مش عارف ايه امت الاداء هيبقى جيد طب يا جماعة نوصل اول كاس عالم واخر ما تشل نبقى اداءنا جيد يعني خلينا نحق هدفنا الاول لكن الموضوع صعب انتو شفتوا ايه من منتخب اغاندا اللي هو بيه نفسك دلوقتي ممكن يكون اداء جايد شفتوا ايه من منتخب غانا اللي احنا لعبناه وتعدلنا واحنا كسبناه هنا ايه الاداء الجايد ده منتخب غانا ده منتخب كبير يمكن المنتخبات التانية برضو يمكن الاداء برضو مش بنفس القوة يمكن انبارح شفنا منتخب تونس الى حد ما عمل نتيجة ايجابية مع منتخب الكونغو وحقق التعادل يعني بشكل صعب جدا منتخب تونس انبارح يمكن بشكل كبير خلاص وصل لكاس العالم هو اللي كان بيقاتل انبارح في هذه المباراة لانه هو فرصته كبيرة جدا جدا وحنا ايضا فرصتنا كبيرة وحققنا هدفنا من هذه المباراة فبالتالي لازم يا جماعة نبقى وراء منتخبنا الاداء اه مطالبين بالاداء وده شكل والشيء لازم يبقى طبيعي فبالتالي لكن الاهم النتيجة بالتالي لازم احنا نحقق الهدف الاول من خلال المباراة هو الفوز هو تحقيق التلات نقاط عشان نبقى على رأس المجموعة مرة تانية عشان كده مش عايزين نظلم المنتخب مباراة كانت مباراة لعبين لعبين كان عندهم ضغط عصبي ونفسي كبير جدا لازم نقول كده ولازم نقول الحقيقة لان هي دي كرة القدم مع النتيجة مع الجمهور مع حلم موجود لتسعين مليون يعني اعتقد ان هو ده كان الاداء الحد ما انا بشوفه كويس لو قلنا غير كده يبقى احنا بنجذب على نفسنا في الظل طبعا الظروف اللي احنا فيها وفي ظل الامكانات اللي احنا فيها عندنا لعيبة مميزة اه لكن زي ما بقولوك يا جماعة فعلا فعلا الله يكون فعونهم قبل المباراة بيوم والتفكير في هذين المباراة والتفكير في الجمهور ده هيتطلع عامل ازاي هيمشي من الاستاذ فرحان ولا زعلان كل ده بيأثر بشكل كبير على اللعبين يعني فرصة زي اللي هتيجي لترزيجيه بعد دقائق يمكن كان قدام المرمى بالنسبة لترزيجيه ده لعيب محترف اهي قدامنا ده لعيب محترف ولعيب مميز جدا ومن لعيبة الهدفة ايضا انه يعني ما يحطش او ما يفكرش بالشكل السليم عشان هو وقف كده حطه ببطن رجله في المرمى يعني اعتقد ان دي دغط عصبي عليه بشكل كبير طبعا هو بيندم بشكل كبير على هذه الفرصة كانت رياحتنا البقية الربع ساعة ولا تلت ساعة اللي كانت تفضل من هذه المباراة لكن هو ده الفوز خلاص الحمد لله احنا فوزنا محمد صلاح زي ما احنا شايفين هو واحمد فتحي انا بشوفهم يعني من افضل اللعبين منتخبنا الوطني مبارح بشكل كبير قدوا دور كبير كلهم مش صراحة يعني قدوا دور بشكل كبير ولكن الاثنين اللعيبة دول كانوا مختلفين مختلفين الى حد ما عن باقي اللعبين لكن خلينا نقول بقى الفترة الجاية منتخبنا الوطني الفترة الجاية استعدادوا للمباراة القادمة امام كونغو خلي بالكم اغاندا لها فرصة كبيرة جدا جدا في حالة طبعا ان شاء الله احنا نفوز المطش الجاية كونغو هما لو غانا طبعا عشان كده بنتكلم على مباراة اغاندا وغانا المهندس هانيا بوريدا بيتكلم للعب النظيف حتة اللعب النظيف في افريقيا طبعا تعرفين ان فيه زي ما بنقول بعض المباراة اللي ممكن هم يتم تفوتها مهندس هانيا بوريدا بيأمل ان اللعب النظيف يبقى فيه مباراة اغاندا وغانا لان في حالة فوز اغاندا في المباراة القادمة وانت تكسب وتروح لغانا بقى وهم كسبانين ايضا اغاندا كسبة غانا الامور هتبقى لحد ما فيها صعوبة فيها لسه غاية اخر مباراة فبالتالي خلينا نقول يا رب ان شاء الله الفوز اللي جاي اهم شيء وده المهم بالنسبة لنا خلاص احنا نطوي هذه الصفحة بس زي ما بقول لكم كان فيه ضغط عصب كبير ونفسي على اللعبين في هذه المباراة طيب خليني من خلال طبعا منتخبنا الوطني كابتن زكا عفتاح مدرب حراس مرمى الاصبق لمنتخبنا الوطني هاتف ترجمة نانسي قنقر